مرحبا بكم مشاهدين الكرام في نشرة اخبار مساء الامارات لهذا اليوم اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد النيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مكتبه مؤخرا على نسخة من كتاب الامن الوقائي القومي لدول الخليج العربية من مؤلفه العميد خليفة محمد خليفة الزعابي مدير ادارة تقييم اداء العاملين في الادارة العامة للموارد البشرية بوزارة الداخلية واستمع سموه لشرح موجز حول ما يتضمنه الكتاب من فصول وموضوعات من العميد الزعابي والذي اوضح ان الكتاب يتناول التحديات الامنية المعاصرة والتغيير في مفهوم الامن من مفهوم عادي وتقليدي الى مفهوم اشمل يشير الى مجموعة الاجراءات والتدابير التي تتخذها الدول لحماية افرادها من اي تهديدات داخلية او خارجية واشار الزعابي الى ان الكتاب يناقش في اجزائه الاربع التحديات والتهديدات الداخلية والخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي وسبل تعزيز الامن ومواجهة التحديات الامنية والاجراءات الوقائية التي تتخذها دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز امنها والتي اثبتت نجاعتها ونجاحها في التصدي للتحديات الامنية حضر اللقاء العميد محمد حميد بن دلموش الظاهري الامين العاملي مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالانابة وعدد من الضباط التقاسم الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في قصر براتيسلافا امس معالي روبرت فيتسو رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا وكان في استقبال سموه لدى وصوله الى قصر براتيسلافا معالي روبرت كالياك نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية لجمهورية سلوفاكيا وتم خلال اللقاء الذي عقد في اطار زيارة سموه الرسمية الى سلوفاكيا بحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك والصداقة بين دولة الامارات وسلوفاكيا في مختلف المجالات ومنها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يخدم مصلحة شعبي البلدين وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي هذا الصدد اكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان حرص دولة الامارات على استمرارية تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك مع جمهورية سلوفاكيا والارتقاء بها الى مستويات اعلى من جانبه رحب معالي روبرت فيتسو بزيارة سموه الى سلوفاكيا مؤكدا الحرص على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك مع دولة الامارات في المجالات كافة حضر اللقاء سعادة حمد علي الكعبي سفير الدولة غير المقيم لدى سلوفاكيا وفي الزيارة ذاتها التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي امس معالي ميروزلاف لايتشاك وزير خارجية جمهورية سلوفاكيا وجرى خلال اللقاء الذي عقد في اطار زيارة سموه الرسمية الى سلوفاكيا استعراض علاقات التعاون المشترك بين دولة الامارات وجمهورية سلوفاكيا في مختلف المجالات وسبل تطويرها بما يعزز اواصر الصداقة والتعاون بين الجانبين كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مجمل الاحداث والتطورات على الساحتين الاقليمية والدولية واكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان الحرص على توطيد اوجه التعاون المشترك بين البلدين من جانبه رحب معالي ميروزلاف لايتشاك بزيارة سموه الى سلوفاكيا مؤكدا حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك والصداقة مع دولة الامارات مشيدا معاليه بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الامارات حاليا على الصعيدين الاقليمي والدولي ووقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان ومعالي ميروزلاف لايتشاك مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية وعقب اللقاء عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مؤتمرا صحفيا مشتركا مع معالي ميروزلاف لايتشاك وزير خارجية جمهورية سلوفاكيا وتقدم سموه في بداية المؤتمر الصحفي بجزيل الشكر والعرفان لمعالي وزير الخارجية والحكومة السلوفاكيا لما تم تقديمه من جهود واهتمام بهذه الزيارة اكدت معالي الشيخ لبنى بنت خالد القاسم وزيرة دولة للتسامح التزام دولة الامارات العربية المتحدة بمسئوليتها الوطنية الى جانب مسئوليتها الدولية في ترسيخ قيم التسامح واحترام التعددية والقبول بالاخر محليا واقليميا وعالميا جاء ذلك خلال لقاءات معاليها مع عدد من المسئولين البريطانيين كلا على حدة فقد التقت معالي البارونا سوزان ويليامز وزيرة الدولة في وزارة الداخلية بالمملكة المتحدة واللورد آلتون من ليفر بول والبارونا بريديج مع مجموعة من البرلمانيين المهتمين بشؤون التسامح وتجربة دولة الامارات في هذا الصدد وقالت معالي وزيرة دولة للتسامح إن جميع الأديان السماوية تدعو إلى الوئام والانسجام بين كل أطياف وشرائح المجتمع سيما أننا نعيش اليوم في مجتمع دولي واحد يحتم علينا التعاون والتضامن لنشر القيم الإنسانية الفاضلة التي تجمع البشرية جمعاء دون تمييز أو كراهية أو تفريق أو عنصرية وأكدت حرص دولة الامارات قيادة وحكومة وشعبا على استدامة قيم التسامح والسلام والتعايش والوئام في ظل توجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ضبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حضر معالي الشيخ سعيد بن طحنون النهيان حفل الاستقبال الذي أقامه عبيد محمد الجريشي بمناسبة زفاف نجله محمد صالح إلى كريمة جديع محمد بن ظافر الحبابي كما حضر الحفل الذي أقيم في صالة الاخبيصي بمدينة العين عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات والمسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة وضيوف من دول مجلس التعاون الخليجي وجمع من المدعوين والمهنئين وزملاء العريس وتضمن الحفل عروضا فنية شعبية من وحي التراث الإماراتي أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية إغامو وكشمير وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم تضامن دولة الإمارات مع جمهورية الهند الصديقة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة هذا العمل الإجرامي وصفة هذه العملية الإرهابية بأنها جريمة جديدة تضاف إلى السجل الأسود للإرهاب والإرهابيين ودع الدول العالم كافة إلى الوقوف صفا واحدا من أجل استتاث هذه الآفة الخطيرة التي تهدف إلى تدمير المجتمعات ونشر الفوضى وبث روح الصراع والفرقة بين أبناء الوطن الواحد وأعربت الوزارة في ختام بيانها عن تعازي دولة الإمارات لجمهورية الهند قيادة وحكومة وشعبا ولذوي الضحايا وتمنياتها بشفاء العاجل للجرحة أكد دولة الإمارات العربية المتحدة أمس احترامها حرية التعبير شرط أن لا تستخدم في تبرير وحماية والترويج للخطاب المتطرف وشددت في رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن مطالبة عدد من الحكومات قطر بإغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية أن تقارير الجزيرة تجاوزت مرارا عتبت التحريض إلى العداء والعنف والتمييز إضافة إلى الدعم التحريري للجماعات الإرهابية والترويج على الهواء للطائفية وقالت إن اعتراضها ليس مجرد خلاف في وجهات النظر بقدر ما هي رد مباشر وضروري على تحريض الجزيرة المستمر والخطير داعية إلى حماية الحق بحرية التعبير في مواجهة هذه الانتهاكات وإلى الشأن اليمني حيث دفعت قوات الشرعية بتعزيزات عسكرية جديدة إلى شرق صنعاء بهدف التقدم إلى حامية مطار العصمة وقالت مصادر عسكرية إن قوات الشرعية وبالتنسيق مع قيادة قوات التحالف العربي في محافظة مأرب دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى منطقة بران ومحيط جبليام في جبهة نهم بهدف استكمال تحرير المواقع المؤدية إلى مديرية أرحب بمحافظة صنعاء مشيرة إلى أن التعزيزات الجديدة مهمتها الوصول إلى أرحب التي توجد بها قاعدة الصمع العسكرية أكبر حامية عسكرية لمطار صنعاء الدولي أكد العقيد دكتور فيصل سلطان الشعيبي المدير العام للإستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية أن جائزة وزير الداخلية للتميز حرصت منذ اطلاقها عام 2011 برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على تطبيق مفاهيم ومعايير التميز العالمية وأوجدت روحا من المنافسة الشرطية بين مختلف قطاعات وقيادات الوزارة وموظفها وأتحت لهم الفرصة لإبراز إبداعاتهم وإنجازاتهم وتسخيرها في خدمة وتطوير العمل الشرطي وأضاف خلال الحفل الذي أقمته الوزارة برعاية العميد محمد حميد بن دلموش الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإنابة لتكريم الفائزين والمشاركين بجائزة وزير الداخلية مرحلة القائد العام لقطاع الأمانة العامة لمكتب سمو وزير الداخلية أن الجائزة تشكلت الإطار الشمولي للتميز المؤسسي والتنافس نحو التميز بين جميع القطاعات والقيادات ضمن وزارة الداخلية لتكون بذلك من أوائل أنظمة التميز الشرطي على مستوى العالم تشارك القيادة العامة لشرطة عجمان في حملة صيف بلا حوادث المرورية الثالثة الموحدة ضمن سلسلة الحملات التي تم إطلاقها في سبيل تعزيز السلامة المرورية وتخفض الحوادث الناجمة عنها وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتنسيق المروري بوزارة الداخلية وأوضح المقدم سيف عبدالله الفلاسي نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان أن مشاركة شرطة عجمان في إطلاق حملة صيف بلا حوادث المرورية جاءت بهدف تحقيق استراتيجية وزارة الداخلية بمجال تعزيز أمن الطرق وتعزيز السلامة المرورية شهد العقيد سعيد محمد أبو الشوارب مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة بحضور النقيب أحمد راشد آل علي مدير فرع التدريب التخصصي حفلة تخريج الست دورات تدريبية بمعهد تدريب الشرطة شملت 137 مشارك من منتسبية الشرطة دورة مهارات القيادة الفعالة ضباط ودورة هندسة المرور وسلامة الطرق ضباط ودورة تحليل المعلومات والتنبؤات الأمنية ضباط ودورة تنمية الطموح والإبداع لدى الموظفين صف ضباط ودورة الصحة والسلامة المهنية صف ضباط ودورة البرمجة اللغوية العصبية عنصر نسائية حيث تأتي هذه الدورات انطلاقا من منهجية تحديد الاحتياجات التدريبية التي تهدف إلى تدريب وتطوير الموارد البشرية بما يحقق وجود كوادر بشرية مؤهلة ومدربة قادرة على القيام بمهامها ومسؤولياتها على أفضل وجه حددت الهيئة العامة للمعاشات وتأمينات الاجتماعية مواعيد صرف معاشات المتقاعدين والمستحقين للربع الثالث من العام الجاري يوم السابع والعشرين من يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام الجاري وقالت في بيان لها ان توفير المعلومات للمتقاعدين والمستحقين عن مواعيد صرف المعاشات التقاعدية خلال وقت مبكر يساعدهم في ترتيب أولوياتهم وفق مواعيد الاستحقاق ودعت الهيئة المتقاعدين والمستحقين كافة إلى استمرار تحديث بياناتهم لديها للتأكد من صحة استمرارية صرف المعاش التقاعدي تلافيا لإيقاف صرف المعاش مشيرة إلى أن أغلب الحالات التي ترد للهيئة بخصوص تأخر صرف المعاشات يكون مرجعها عدم تحديث البيانات وإلى الشأن الاقتصادي أعربت شركة الاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الإمارات عن أسفها للقرار الذي اتخذته شركة أمريكان إيرلاينز بإنهاء اتفاقية المشاركة بالرمز والذي يدخل قيد النفاذ بدءا من الخامس والعشرين من مارس من العام المقبل الفين وثمانية عشر وأكدت الشركة في بيان لها اليوم أن الشركتين حضيتا بعلاقة شراكة بالرمز ذات منفعة متبادلة منذ عام الفين وتسعة وفرت للمسافرين إلى ومن الولايات المتحدة الأمريكية خيارات سفر أوسع وأفضل إلى وجهات على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وغيرها من الوجهات التي لم تكن فيما مضى تخدمها شركة أمريكان إيرلاينز علما بأن العلاقة بين الاتحاد للطيران وأمريكان إيرلاينز ظلت مستمرة على الرغم من اختلافاتهما حول ما يسمى بالخلاف السياسي الأجواء المفتوحة أعلن مركز النقل المتكامل في دائرة شؤون البلدية والنقل بدأ أعمال تنفيذ مشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة البنية التحتية لأنظمة النقل الذكية في مدينة العين بقيمة تبلغ 114 مليون درهم ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين رئيسيتين الأولى مرحلة التنفيذ وتستمر عامين تليها مرحلة تشغيل وصيانة التي تستمر ثلاثة أعوام بحيث يتم تركيب البنية التحتية لشبكة الألياف الضوئية وأنظمة النقل الذكية المتكاملة خلال المرحلة الأولى فيما يتم إدارتها وصيانتها خلال المرحلة الثانية التي يشرف عليها مقاول التنفيذ نفسه مما يوفر التشغيل الأمثل وصيانة الفاعلة والمستدامة للأنظمة الجديدة والآن نتابع آخر إغلاقات أسواق المال الإماراتية في ختام نهاية الأسبوع وختام تعاملات أسهم شركاتها لليوم الخميس أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بأن اليومين المقبلين يحملان فرصة لسقوط الأمطار على المناطق الشمالية والجنوبية والشرقية من الدولة حيث تتكون بعض السحب الركامية من بعد الظهر على بعض المناطق شرق الدولة وتمتد على المناطق الجنوبية والشمالية وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن التقص سيكون منذ يوم الخميس وحتى الأحد المقبل حارا إلى شديد الحرارة نهارا ورطبا ليلا على السواحل متوقعا أن تزداد الرطوبة النسبية ليلة اليوم وصباح غد مما يجعل هناك فرصة لتشكل الضباب الخفيف خاصة غرب الدولة والآن نلقي نظرة سريعة على درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة في دولة الإمارات ليوم الغد الجمعة بإذن الله وإلى هنا نصل إلى ختام نشرة أخبار مساء الإمارات لهذا اليوم قدمها لكم أيمن مصبح نترككم في أمان الله ورعايته